اكثر من اربعمائة موظف في محافظة السويداء وحدها قدموا بطلبات استقالة لدى الجهات العاملين لديها اكثر من ربعهم من القطاع الصحي خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الجاري السبب الرئيس يرجع لتدني الرواتب والاجور ما يجعل الاستقالات ظاهرة متصاعدة في جميع المؤسسات الحكومية وخاصة لدى القطاع الصحي وحول المخاوف من تفريغ القطاع العام من عملته اكد رئيس اتحاد عمال سويداء التابع لسلطة الاسد هاني ايوب ان الامر ينذر بخطر تفريغ القطاع العام من عملته ولفت ان المسابقة المركزية لم تغطي النقص الحاصل في جميع المؤسسات وفقا لتصريحاته لصحيفة الوطن المقربة من سلطة الاسد كما دعا الايوب لاجراءات سريعة وقرارات جريئة من حكومة سلطة الاسد تضمن تأمين العمالة وخاصة العمالة الشابة للقطاعات الانتاجية وحذر ايوب بان القطاع العام لا بل سوريا باكملها ستتفرغ من العمالة لا يكفي اياما معدودة لا بل لا يكفي مصروف يوم واحد فقط هكذا وصف رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال التابع لسلطة الاسد هكذا وصف الراتب الذي يتقاضاه الموظفون في القطاع العام لدى سلطة الاسد واضاف ان الراتب في كثير من الاحيان لا يغطي نفقات النقل من مكان السكن لمكان العمل ما يجعل الموظف يفضل الحصول على اجازة او ان يقدم استقالته وفي نهاية شهر اذار الماضي بات متوسط تكاليف معيشة الاسرة السورية المكونة من خمسة افراد في مناطق سلطة الاسد يبلغ خمسة ملايين وستمائة الف ليرة سورية حيث ارتفعت تكاليف المعيشة منذ كانون الثاني الماضي بنسبة واحد واربعين بالمئة في حين لا يتجاوز الحد الادنى للرواتب اثنين وتسعين الف ليرة سورية اي نحو اربعة عشر دولار امريكي في بلد يبلغ متوسط الدخل فيه مائة وخمسين الف ليرة سورية فقط